هذا تفقنا عليه جميع لكن اليوم هناك طعن أخلاقي في الانتخاب لا يمكن أن تغفل عنه لا بدعوى التبخيص ولا بدعوى شيء وكيش طعن السياسي الذي يستلزمه أن أحد ما يقول بأن المؤسسات كلها كذا ولكن طعن الأخلاقي موجود ثم أن بعض من النخب التي جاء بها على أساس أنها هي الحل لمشكلة العزوف لمشكلة ضعف الحزاب لمشكلة تمثيلية لمشكلة التوازن السياسية هذه النخب التي جاء بها كأنها حل أصبحت هي المشكلة هذه مسألة جوهرية اليوم إنت كيقول لها المشكلة ديال إسكوبار هلما نتكلموش بعد الملح لنخليوها يدخل الانتخابات وكذا خليه ما زال مجال شتور ديال ما زال مجال شتور ديال دبعنا مشكلة حقيقية وتنبيه إليها بدأ منذ التقرير الذي قدمه المرسط الجيوستراتيجي للمقدرات من نهاية التسعينات واللي على أساسه كان دارت مجموعة ديال من الإصلاحات وتقرير اللي خرج وكذا إلى آخره وأنا دا كان واحد تنبيه وربدو عبدو ربيه قدر لي أن السعبد الرحمن كلفني بيترجماتي خلاصة الأساسي اللي أعكا نتذكر عليه هذا بعد سنوات أزيل من ثلاثي سنة وهو أنه حدر من تعميم نموذج كولومبي أنا داك وتصفح بأنه سابق الوقت ولكن داك بهذا و لكن دارت ترتيب هذا على أساس أن هذا الشيء ما يمشيش وأنت وأنه ندري والجميع يدري يعني أنا واحد من أن يترجم ما يتيروني هو واحد زعيم حزب اللي هو كاتب الأورتيح التشراكي جاء قال في مؤتمر في حي المحمدين قال لو ديت تم الاتفاق بما يشبه القرى بشهرين قبل انتخابات على أساس استبعاد واحد كتلة بشرية من البارونات من حق التنافس انتخابي لكن الذي تم استعمل كلمة ديال درجة تيكت الكارطة و تم انقلاب على هاد أنا قلت له الأخ كاتب الأورتيح بالتدافة زعما رأى هنا ورميتي واحد القنبلة رأى واحد معنى الأمور جدية والنقاش الجدي كان يفترض مع متفكتها الأخ مش كون الحزاب ليتفكتها كيف كأن الأمر لم يعني أحد وبتالي أنا معاك فيما يتعلق بأنه ربما الفرصة الآن سانحة باش يتطرحوا إصلاح مؤسساتي وعميق وسياسي فيما يتعلق قواعد اللاعب خلص يكون غريب ويخرج من هذه التجربية انتخابية في كل مرحلة وحسب توازنات السياسية إلى آخر اثنين إذا كان المالك في 2019 قال بأنه أنا لا أتقف بعض السياسيين لماذا تريد المغاربة أن يتقف لماذا يريد الأحزاب أن يسوقوا أن كل من يقدمه هم أهل الاتقاء كنا بالفعل المسؤولية دي الأحزاب ولكن مع ذلك الخطورة ليست دائما في الفاسد هو حينما تعطى ميضلة مؤسساتية وسياسية وأمنية وقضائية لذلك الفاسد يخلق وضع سياسي ويخلق مؤسسات ويختارق إلى آخر ترجمة نانسي قنقر